بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الحديث المرسل والمرسل عند الفقهاء والأصوليين وحكمه وأقوال علماء في المرسل قلنا ثلاثة أقوال ضعيف مردود وصحيح يحتج به وقبوله بشروط في هذه المحاضرة سنتعرف بإذن الله تعالى على هذه الشروط التي وضعها أهل العلم ونتحدث أيضا عن مرسل الصحابي هذه الشروط أربعة شروط ذكرها أهل العلم ثلاثة في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل وهذه الشروط هي واحد أن يكون المرسل من كبار التابعين الشرط الثاني إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة أي إذا سئل عن اسم الراوي الذي حذفه من السند فإنه يذكر اسم شخص ثقة الشرط الثالث إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه أي أن الراوي المرسل ضابط تام الضبط بحيث إذا شاركه الرواه الضابطون يوافقونه على روايته الشرط الرابع أن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول أو يوافق قول صحابي أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده وأنهما صحيحان لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينها هذه الشروط السابقة يمكن توضيحها والأمر الذي ينبغي أن ينضم واحد منها إلى الشروط الثلاثة السابقة بالرسم التالي حديث مرسل يضاف إليه حديث مسند فيكون الحكم صحيح أو حديث مرسل يضاف إليه حديث مرسل لكن يروى من وجه آخر مرسل فيكون الحكم حديث صحيح أو حديث مرسل يضاف إليه قول صحابي فيكون الحكم صحيح أو حديث مرسل ويضاف إليه فتوى أكثر العلماء فيكون أيضاً صحيح هذا رسم توضيحي للشروط الثلاثة والشرط الرابع الذي يعضد هذه الشروط نتكلم الآن عن مرسل الصحابي ومرسل الصحابي يقصد به هو ما أخبر به الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما رضي الله عنهم مرسل الصحابي له حكم خاص به والقول الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أن مرسل الصحابي صحيح محتج به لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة والصحابة إذا رووا عن التابعين بيّنوا روايتهم عنهم فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر وحذف الصحابي لا يضر كما تقدم وذكرناه وهناك قول أن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم ولكن هذا القول ضعيف مردود أشهر المصنفات في الحديث المرسل كتاب المراسيل لأبي داود كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي وكتاب جامع التحصيل لأحكام المراسيل للحافظ العلائي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى